إذن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تفسخ عقد ارتباطها مع الناخب الوطني ميلو فارايفيتس بعد ثلاثة أشهر فقط من عقده مع المنتخب الجزائري أسبوعين فقط لهذا الناخب كان جمعهما مع اللاعبين تاربوسين اثنين والطلاق بضغط من اللاعبين مباشرة إلى سيدي موسى يتواجد معنا مبعوض تلفزيون النهار كمال مهوي هل معنا ولا لا معنا مساء الخير كمال مساء الخير زميلي حكيم أهلا وسهلا كمال أخير المستجدات فسخ العقد بالتراضي هكذا نعم زميلي حكيم ملاحظات قليلة حوالي دقيقتين إلى ثلاثة انتهى الاجتماع الحاسم الذي جمع الناخب الوطني ميلو فارايفيتس ورئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم محمد روراوة بحضور كما قلنا المناجر العام وأيضا أعضاء الطاقم الفني الاجتماع انتهى إلى فسخ العقد بالتراضي بين الرجلين الناخب الوطني ميلو فارايفيتس سيغادر أرض الوطن غدا في منتصف النهار عبر رحلة باريس إلى سربيا وسيقود المنتخب الوطني في اللقاء الهام والحاسم تصور زميلي حكيم يزيد منصوري وأيضا نبيل نغيز مساعدا للناخب الوطني نعم كمان قبل أن نتحدث عن هذا القرار الانتحاري إن صحة التعبير ما في حول الاجتماع هل سيتم مثلا تعويض هذا المدرب من عقده هل هو نعرف أنه بالتراضي على اعتبار أن المدرب قال بأنه لن يبقى مع المنتخب الجزائري بدون رضا هؤلاء اللاعبين اللاعبين الذين يقودهم لحد الآن حسب آخر الأخبار أربع لعبين هم من طلبوا رسميا فسخ العقد مع هذا المدرب فحوى هذا الاجتماع إن كانت لديك بعض التفاصيل نعم حسب آخر التفاصيل المستسقات هنا في مركز سيدي موسى أينجار الاجتماع وأن رئيس الاتحاد الجزائري لكورة القدم لم يريد تضييع الفرصة بما أنه طالب فسخ العقد جاء من الناخب الوطني ميلوفان رايفيتس يعني يستطيع أن يفسخ العقد دون تعويض مالي لكن حسب آخر الأخبار نقول أن الناخب الوطني لم يغادر مجانا بل أخذ راتب شهر أكتوبر الذي عامل منه أسبوع فقط وأيضا سيتحصل على مزايا أخرى كانت موجودة في العقد لماذا حكيم؟ لأن رئيس الاتحاد الجزائري لكورة القدم بحمد روراوة تحاشى ربما أو خشى أن يفسخ العقد وراء مباراة نيجيريا تكون هناك الكارثة لأن لعب من الممكن أن لا يؤدوا مباراة في القمة ولا يؤدوا بكامل قوام في مباراة نيجيريا بسبب الناخب الوطني يكون بين نارين ضييع المونديار ضييع اللاعبين وأيضا ضييع المنتخب لذلك أراد أن يضحي باللاعبين هذا من جهة ما تقوله صواب ومراعات للجانب المادي ألا ترى بأن هذا انتحار حقيقي تقول أن بعد نيجيريا تكون صدمة وانتحارا لكن حتى هذا القرار هو انتحار للمنتخب الجزائري مباراة مهمة في ثاني مباراة التصفية المؤهلة لمونديار لروسيا تعادل أمام الكاميرون مواجهة صعبة أمام نيجيريا التي فازت في زومبيا بلاعبين من سيقود كيف هي المعنويات قبل شهر واحد يا كمال والله لا ندري ما يدور في رأس الرئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم للإقدام على قرار مثل هذا قبل مواجهة مصرية وحسيمة لكنه أرد كما قلت التضحية بالمدرم بعوض التضحية باللاعبين لأنهم وجهوا رسالة مفادها إلى رئيس الاتحاد أن نحن من سيجلب المباراة في نيجيريا تخلى عن هذا المدرب ونحن من سيجلب المباراة في نيجيريا أروح معنوية كبيرة يتواجد فيها اللاعبون وأيضا تحفيز في حالة رحيل المدرب لأنهم وعدوا رئيس الاتحاد الجزائري كرة القدم ضحي بالمدرب وسنجلب اللقاء أمام نيجيريا لذلك هو لن يتسرع في تنصيب المدرب الجديد لأنها مباراة اللاعبين لذلك سيلعبها تحت قيادة نبي النغيس وأيضا يزيد منصوري نتفق على أن هذا القرار في غير توقيته هل قادرين من لعبين هذا من قادوا هذا التمرد على المنتخب الوطني أن يحققوا نتيجة إيجابية هناك؟ إذا كان هذا الوعد من اللاعبين أن يحققوا نتيجة إيجابية في نيجيريا يعني علامة استفهام كبيرة تقول حول أن مباراة الكامرون كانت فيها أمور غير يضية ربما تصور حكيم وربما اللاعبين قادوا التمرد وقالوها لروراوة أن حتى الموسم الماضي رونالدو في ريال مادريد وبعض الركائز قاموا بتمرد ضد المدرب بنتاز وطلبوا من الرئيس بيراز إقالته والإتاء بزيدان وبعده النتائج ربما أتت وتوج الريال برابطة أبطال أوروبا على هذا المبنى وعلى هذا المنطق بن روراوة وربما قراره لأن اللاعبون عفوا وعدوه بأن الأمور ستحسن لأنه مع هذا المدرب حسبهم المنتخب يسير نحو الكارثة ويسير نحو الهوية ولا يمكن تحقيق التأهل إلى كأس العالم مع هذا المدرب إذن اللاعبون هم من صنعوا القرار وهم من أقنعوا رئيس الاتحاد الجزائري روراوة بالتخلي عن هذا المدرب كما قلت خطوة انتحارية في ظرف صعب وصعب وصعب جدا لأنه لا يوجد أي مدرب في العالم يقبل بأن يحل في المنتخب الوطني قبل مباراة رسمية وحسمة ضد المنتخب النجيري القوي وإن فشل فسيكون مصيره بأود كذلك الإقالة ما تقوله نعم نحدث عن حول هذه الإقالة حالة التمرد ألا يوجد شيء ربما من الاتفاق كان قبل هذا الإعلان عن هذا القرار ألا تكن هناك بوادر ربما لعملية الصلح بين اللاعبين وهذا المدرب كان انقطاع تمام تفضل تفضل حكيم تصور أن كل شيء كان يصير على ما يرام إلى غاية إعلان التشكيلة الأساسية وهو الخبر الذي أوردناه على تلفزيون النهار إلى غاية إعلان التشكيلة الأساسية والتي لم تحمل اسمي فاغولي وابراهيم اللاعبين توجه إلى المدرب وأكد له أنهما من ركائز المنتخب الوطني ويجب أن يضع فيهم ثقة لمساعدة المنتخب الناخب الوطني لم يرد الاستجاب لهما تحدث مع رئيس الاتحاد الجزائري وقال له أنا المسؤول الأول على التشكيل جلبتني لأكون مدربا أنا من أحدث التشكيل ولا دخل لا لللاعبين ولا للأعضاء الأخرين ولا حتى لرئيس الاتحاد لا أقبل أن يتدخل أحد في عملي جميل جيد نعم تفاصيل دقيقة لحد الآن خلينا نجيبها نقطة بنقطة كمال مباراة نعم المباراة المقبلة أمامي نيجيريا بعد المباراة ما محل من الأعراب منصوري نعم ماذا تريد أن تقول قبل أن تحارك السؤال؟ بعد المباراة بعد نتيجة التعادل وكان يهم بمغادرة ملعب مصطفى تشاكر قبل أن يتلقى اتصالا يؤكد أن اللاعبين ثاروا في وجه المدرب في غرف تغيير المنابس بعد أن توجه إليهم وشكرهم على المجهودات التي بذلوها تصور أنهم ثاروا عليه وقالوا أنه بهذه الخطة وبهذا النهج وبهذا النهج التكتيكي لا يمكننا حتى الفوز على أضعف المنتخبات وليس على الكاميرون اجتماع حاسم صباحة أمس بين الناخب الوطني الكل مل شروطه على الآخر قبل أن يتفق على تحديد موعد آخر اليوم على الساعة الرابعة الاجتماع انتهى بعدم بعدم تجديد الثقة وانتهى بطلاق بالتراضي بين الطرفين خاصة بعد تمسك الناخب الوطني رايف فاتس السابق يقول رايف فاتس بمواقفه لأنه من أوروبا الشرقية يملك ربما شخصية قوية على غرار كل المدربين الذين تعقوا من أوروبا الشرقية مثل واحد حليلوزيتش الذي اسمه يتدول كثيرا هنا في سيد موسى لأن ما عاشه اللائبون هنا وما عاشه الناخب بالوطني الأسبق السربي عفونا البوسني واحد حليلوزيتش أعطى الانطباع وأعطانا الأمل أن يكون على خطاه لكن التجربة لم تدم سوى ثلاث أشهر طبعا لا يمكن أن نربط نجح أي منتخب بأي مدرب مثلما لا يمكن أن نربط طبعا إخفاق أي مدرب بإخفاق ذاك المنتخب خليني نقول لك إذن ما محل الإعراب يزيد منصوري ونبي النغيس في المباراة المقبلة مدام أن اللاعبين الجزائريين هذا ما نقول لك مقتربين هؤلاء اللاعبين هم من يقررون بقى أو راحل المدرب محل الإعراب يزيد منصوري ونبي النغيس في المباراة المقبلة إذن ستكون المباراة بدون نبي النغيس ويزيد منصوري على اعتبار أن اللاعبين المتمردين هم من يقررون التشكيلة الأساسية هكذا نعم سيقررون حتى التشكيلة الأساسية ربما بإشراف من يزيد منصوري وأيضا نبي النغيس لأن اللاعبين أعطوا وعودا للناخب للرئيس الاتحاد الجزائري بالفوز بالمباراة في نيجيريا أكيد أننا لن نرى مفاجآت كثيرة سواء في القائمة وحتى التشكيلة الأساسية والله لا ندري إن حدث هذا الأمر في منتخب آخر أو يحدث لأول مرة في الجزائر أن اللاعبين يشترطون ذهب مدربهم بالمقابل يعدون بالفوز في المباراة القادمة في حالة طبعا بقاء الأمور على حالها نبي النغيس ويزيد منصوري من يقود المنتخب شكليا طبعا نقول شكليا الاعتبار أنه بين قوسين أربع أسماء هي من تقود هذا التمرد هي من أقالت هذا المدرب سنتحدث عن نقطة أخرى كما المهوي هو أنه مدام هؤلاء اللاعبين هم من فرضوا سابقا بقاء كريسون غوركيف قبل أن يقتنع برحيله ومفرده تتذكر جيدا بقاء كريسون غوركيف لفترة من الزمن قبل أن يقرر هو برحيله بعد ذلك فترة أخرى اللاعبون هم من يقررون بقاء رغبة منهم في رحيل هذا المدرب منه في رايفاتس هل هذه ضربة بضربة راورا وأقال غوركيف الذي كان يحظى بدعم اللاعبين الآن اللاعبون يقولون ميلوفان رايفاتس الذي أتى به راورا وهو الذي أدى به وكان يعاول عليه لبلوغ ربع نهائي كأس العالم وأيضا نصف نهائي كأس إفريقيا كان يقول أن هذا المدرب كبير وأنه قاد منتخب غانا إلى ربع نهائي كأس العالم في 2010 وكان قاب قوسين من الوصول إلى نهائي كأس العالم بين أشية وضحاها أصبح هذا المدرب عاجز عن الاتصال مع اللاعبين ولو أن هذه المشكلة معروفة من قبل حتى يشترط عليه التكلم بالفا تعلم الفرنسية سريع أن اللاعبون أصبحوا يقررون وكأنهم ردوا الساعة ساعين لراورا وبعد أن نزع غوركيف الذي رأينا كيف كان يحظى بدعم اللاعبين وتوجهوا إليه وعبروا في أكثر من مناسبة عن دعمهم لهذا المدرب لم يستجب لهم وأقل غوركيف الآن هم يتمردون على المدرب الذي أتى به هو جميل أرجو أن تبقى معي حتى تكون هناك تفاصيل أخرى أرجو أن تبقى معي كمال مهوي المدرب السربي أرغب في التواصل من جديد مع زميلنا كمال مهوي من موقع الحدث أين كان هناك الاجتماع منذ قليل كمال مهوي ما زال معنا نعم ما زال معنا كمال مهوي إذن توقفنا منذ قليل مجددا مساء الخير توقفنا منذ قليل حول ضغط من اللاعبين والمواجهة المقبلة أمام نيجيريا سيقودها منصوري وأيضا نبي نغيز السؤال المطروح كمال مهوي قلتنا منذ قليل في إجابة بدت لي فيها الكثير من علامة الاستفهام كيف للاعبين يعجزون نتيجة تحقيق نتيجة إيجابية أمام منتخب الكاميرون داخل القواعد ويعدون بالفوز في نيجيريا أليس هناك علامة استفهام كبيرة تطرح حول هذه النقطة؟ ما رأيك؟ حجتهم في مباراة الكاميرون أن هذا المدرب ضعيف تاكتيكيا في قراءة الشوطة الثاني لأن تغييرها التي قام بها لا معنى لها لأن إبراهيم كان غاضبا ولا يريد الدخول صفيا فاغولي دخل في ست دقائق الأخيرة وأيضا حتى لما زج بغزالة منصب بمنصب أن هذا المدرب ضعيف جدا تاكتيكيا وحتى في معاملته مع اللاعبين الرسالة لا تصل هذه هي الأمور التي اعتمد عليها اللاعبون لإقناع رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وأنهم ذاهبون إلى الهوية مع هذا المدرب يقولون أن هذا المنتخب فيه روح قتالية كبيرة فيه روح معنوية بين اللاعبين تضامن بينهم هم لحمة واحدة يلعبون مع بعض منذ أربع ثلاث سنوات لو يستمرون مع هذا المدرب سيدمرهم لأنهم يؤكدون أنه مع أي مدرب يمكنهم التعامل إلا مع ميلوفان نرايفيتس الذين يقولون أنه ربما أثرت عليه الفترة التي كان فيها بطالا حوالي أربع سنوات حتى تغييرته وحتى تكتيكته في المباريات لم يفهموها ولم يستوعبوها هذه حجتهم نعم شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل زميلة كما المهوي من موقع الحدث مركز سيد موسى أين كان هناك الاجتماع بين الناخب السربي السابق على اعتبار أنه تم التخلي عنه بعد الاجتماع الذي عقده منذ قليل مع روراو حكيم حكيم نعم 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 تفضل أسمعك حكيم نريد تأكيد المعلومة مرة ثانية وستعلق بعد قليل على الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكورة القدم نحن لا ننقل الإشعات ولا نكتب في شريطنا نحوة وربما نحن نأتي بالمعلومة من مصدرها وفي وقتها هذا ما كنت أود أن أقوله شكرا جزيلا طبعا مثلما كان الخبر قبل ذلك حول الخلافة والغضب من إبراهيمي وسوفيان فغولي قبل المواجهة نحن ننقل الخبر والتعليق مباشرة طبعا نذهب